اشتركوا في القناة وما دون الارواح مباح كيف يقرأ القائمون على المشهد الحالي في مصر من كل الاطراف الحديث عن نبز السلمية طالما لن تؤدي الى القتل هل التاريخ فشل ان ينقل رسالة ان العنف سيولد العنف ونغرق جميعا في بحار من الدم ام ان احدا لا يقرأ التاريخ ام اننا ما زلنا في مرحلات مصر ليست تونس ولا الجزائر ولا جنوب افريقيا ولا ايرلندا الشمالية ولا حتى الفلبين ستة اشهر فقط بعد هولوكوست ربع ونقف الان امام حركات مثل ولع وملتوف وهنرعبك وغيرها من الكيانات التي تقاوم قمع الامن بكل الوسائل عدى الرصاص هل سنصل تدريجيا الى سلميتنا سلميتنا احلى برصاص كما قال مندلة هذه الاسئلة واكثر يجيبكم عليها ضيفنا في هذه الحلقة من اسئال الاستاذ ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع للدراسات ومؤلف كتاب حركات التغيير والحراك الجماهيري استاذ ياسر بداية مرحبا بك معنا ابدأ من ما قاله مندلة هل سنصل يوما في ظل التطور السريع للأحداث في مصر الى سلميتنا احلى بالرصاص طبعا احنا ما تقع في مصر الان من ازمة بعد الانقلاب احنا مش بدعة من الامم ومش اول دولة يقع فيها انقلاب والاخر دولة سيقع فيها انقلاب انت في اطار مشهد تاريخي وفي غير نجرب هذا المصار التعلم من الاحداث في طريقين قدامنا تعلم من الاحداث طريق الاول طريق العصى نبدأ نخوض بلا قراءة للتاريخ بلا استلهام للتجارب سواء الطرف الذي قاوم بالانقلاب او الطرف الذي يقوم وهذا عبارة عن تعلم بالخطأ والصواب حتى نصل نحل المعضلة كشعب مصري في الازمة التي وقعنا فيها في طريق تاني وانا ما ادعو عليه الان من اجل الوقت في هذه الحلقة هو طريق التعلم بالورقة والقلم في شعوب مارست هذا النضال حققت انجازات ووقعت في اخطاء انا دوري الان كباحث الان اقدم لوطن مصر اللي انا بعزه جدا وما جئت في هذه المحطة الا ان اقدر هذا الشعب ونضاله بكل مخلصين فيه سواء كانوا ناس في الجيش الان يرفضوا استخماد العنف او ناس في الشرطة الان ما زالوا يرفضوا استخماد العنف وناس ايضا في الثوار حارصين على مستقبل وامن هذا الوطن انا جئت هذا اليوم لأقول في طرق لتعلم الورقة والقلم ما قاله مندلة من الخطأ الان اكتزاء تغلط مندلة في فترة التي قال في هذا الامر انا الان ادعو من هذا المكان كل سبل ومقاومة متاحة واسترجاع الحق المتاح ولكن بخمس شروط اولا ان لا يؤدي العنف لعنف اكبر منهم ان لا يقوم الصوار بعنف يجعلهم مثل الخصم المعتدي الحاجة التالت ان يكون هذا العنف اذا مولز في مرحلة ما هو في اطار رمزي لا يخرج عن اطار الحركة السلمية ان لا يسبب العنف ضرر للمواطنين والمجتمع ان لا يجغب على الاطار السلمي العام اذا حطينا هذه الضوابط وضعنا هذه الشروط اعتقد سيكون نظرنا اكثر اخلاقية اكثر كسبة للجماهير اكثر تحقيقا لواقع لامن المستقبل وانفرق بين حاجتين فرق بين الخناءة والمعركة انت قلت ان لديك خمس شروط الفكر دي مركزية في فرق بين الخناءة والمعركة الخناءة ماش فيها حق ابن عمل بيتضرب انا بنزل من البيت اللي في ايدي اللي ما عطى بنجل نزل بعصايا هي خناءة المعركة غير الخناءة المعركة والصراع فيه كر وفيه فر فيه جمهات فيه انسحاب احنا في 67 تازمنا قبل ان نتوغل في الحديث عن الفرق بين الخناءة والمعركة انت حدست عن خمسة شروط اللي يؤدي العنف الى عنف اكبر من العنف ممارس ضد المتظاهرين ان يكون رمزي لا يخرج عن السلمية لا يسبب ضرر للمواطنين والمجتمع كيف يمكن ان يكون هناك عنف ممارس في مواجهة قوات الامن ولا يخرج عن السلمية كيف يحدث ذلك؟ اولا احنا في النطاق حرب اللعنف احنا اذا قلنا والله انا اصل من القاهرة الاسكندرية بالقطار هياخد ساعتين بالتيارة هياخد نص ساعة بالباصة هياخد ثلاث ساعات هي وسائل تحقق توصلني الى الهدف فانا مطالب كمناضل او كثائر ان اصل باهدافي الى اقرب نقطة وباقل تكلفة هل تكلفة موارسة العنف والولوغ فيه والانزلاق اليه ستوصلني الهدف ان مصر القوية المطمئنة المستقرة بشكل افضل ولا مصار الحرب اللي عنف والسلم يوصلني بشكل افضل انا محتاج اوازن بين الطريقين انا ما قلت ان العنف انا طبعا الان اعذر اي اب انتو اغتصبت كعلى ما سمعت بمعض الحوادث او واحد ابن قتل واقعت في شباك بطلق ناري اذا هذا غضب وقام فعلي انا لا الوم وهذا حقه ان يصنع ذلك لكن لا ينبغي ان يكون روح الانتقام والتشفي هي النسيق العام لكل الصوار هي الخيط الناظم لكل حركة على الارض فاذا وقع بعض حجز العنف الفردية انا عندي في القرى فيه في طار وللأسف انا اخشى نتحول هذا الامر لهذا المصار في بعض الضباط في البلد من عائلة معينة قاتلوا فهموا ان حصل قتل اذا انت تقر وتتفق معي ان هناك عنف تمت ممارسة من جانب قوات الامن في مواجهة المتظاهرين وتتحدث عن ان المتظاهرين من حقهم ان يردوا على ذلك العنف بما لا يتجاوز اطار السلمية نعم يعني كيف يمكن ان يكون سلمية ان المتظاهرين يحرقوا بوكس شرطة كيف يمكن ان يكون سلمية انهم يخطفوا مجند او ظابط كيف يمكن ان يكون سلمية ان يتم الاعتداء على سيارة يعني ظابط او حد من الشرطة او حد من الجيش تحت بيته ازاي كل ده يتسمى سلمية اطبع قلتش انه كنت سلمية ولا ادعو لهذه الافعال اولا هذه الحركات يعني الاسف يعني غير معروفة من يقف وراءها وهي بيئة يعني تقريبا كل جماعات العنف حتى العالمية الجهدية تم اخترقها يعني اصبحت اداء لتشويه رسالتها اكبر التنظيمات اللي كانت قوية ومغلقة تم اخترقها لصالح الاطراف الاخرى فبالتالي يعني حركة تنشر كل اسماء الضباط مدريات الامن الوطني فيها سئلة كبيرة جدا من يقف امام هذه الحركات الاصل يا استاذ الان انك تجاهد من اجل هذا الشعب لابد الشعب يرى في هذه الحركة انها اكثر اخلاقية الان في الحركة الان النضال بين اسرائيل ومن حركات المقاومة من الاقوى في هذه الصراع اسرائيل بترسانة قوية جدا وبظاهير عالمي كبير جدا لكن ما زال الشعب الفلسطيني معه الجانب الاخلاقي ولو استخدم ادوات نضال حقيقية والتحد الشعب الفلسطيني من فكرة وحمس ستكون قضاء فلسطينية ناجحة فاذا العنف يخسر العنف يخسر صاحبه لكن ستجد على الطرف الاخر الان من يقول لك اسمعني في هذه الفرضية الاصل في المظاهرات ان تتسم بالسلمية ولذلك كفلت لها قوانين حقوق الانسان والقوانين الدولية وكل هذه القوانين ان هذه المظاهرات لا يتم فضها بالعنف لا يتم استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين واعتبار المظاهرات السلمية هي حق للتعبير عن الرأي عندما يستخدم العنف من جانب القوات التي هي من انتهكت في البداية القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان في مواجهة المتظاهر الذي يعبر عن رأيه هل هذا يعطي الحق والمبرر الكافي للمتظاهر في ان يرد هذا العنف عن نفسه وكيف يمكن ان يرده دون استخدام للقوة انا يعني اذا جاء ضابط او شرطي وقام بضربي او قتل زميلي او قتل اخي كيف يمكن انا ارد دون عنف وانا في نفس المظاهر على الاقل اولا فكرة القانون الدولي وانه الطرف التاني بيستخدم عنف الاسف اللي دخل في صراعه معركة لابد يكون قديم سؤاله اقول لك احنا فجلنا اسرائيل طلعت قوية والسرائيل بتضرب انت مش مدرك ان دخل في صراعه معركة الطرف التاني انت مدرك انه يمتلك ادوات القوة والصراع انه بيقتل والله ده طلعه بيقتله والتعوي على القانون الدولة ومجتمع الدولة هذا جزء فرعي لكن اصلا انت انا امام مجرم بيشتبك معاك وفيه طريقة للسكة دي لكن انت تقول انا ثائر احلم رؤية احب هذا الشعب احتاج ان انقله الى مستقبل الافضل حريك قلت الان الاسف لا ينبغي اسقاط المسر الشخصي على النسيج العام انت قلت لو ضابط اعترضك من حقيقك ما عارفش رضي فعلك ايه لا شبك مزيعة انت تحولي الاسد انت حرة هذا منطق بشري من حق الناس اندفع عن انفسها وانا مخطئ لو قلت واحد كتف ايدك وانزل بحر وتصبح سباح لكن انا اكلم صوار يحلموا بالمستقبل عاوزين لمصر مستقبل افضل لا اتكلم مع انسان يعني حصل له انا اصلا قد يكون له وشهدني الان الله يكون فعون من تعرض بنته لازاء او زوجته انا لا تخيل ان انام في البيت وابني مش في جنبي او مش في الحجرة اللي جنبي فنفرق بس في اسقاط الامسينة ما بين الامر الشخصي حتى القانون المصري يعني انا اعرف بعض العائلات يعني انا شخص ويعني والد احمد عصمة شخص والد حبيب عبد العزيز شخص والد مصطفى الدوح شخص كل هؤلاء الاشخاص قتلوا اثناء تظاهرات وقتلوا اثناء ربما تأدية عملهم ربما اذا قتلت ابنتي او ابني لن يكون رد فعلي رد فعل سلمي كما تتخيل وكذلك لا اعلم كيف يكون رد فعلهم نحن الوطن يتكون من مجموعة اشخاص نعم حتى الوطن او الاشخاص او الافراد تعالوا نشوف القرآن نفسه حتى تتعامل مع الفرض المظلوم قال له عنده خيارات اما تقص حق والقصاص فمن عفى واصلح او تنتقم في احنا احنا مش احسن بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قتل عم حمزة والنبي انفعل غضب قال لا اقضل لنا سبعين منهم اللي امثل لنا بهم فربنا عاتب الرسول وان عقبتم فعقبوا مثل ما عقبتم به اقصد الفرض ايضا انا فمن عفى واصلح فاجروه على الله اذا كان الصالح المجتمع الرسول قادرة في مكة ثم عفى عن الناس فخيار الانتقم ليس خيار واحد في ناس نفسها عالية جدا وكبيرة وتسامح من اجل استقرار هذا الوطن وتكون اكثر اخلاقية مندلة خسر زوجته من اجل الوطن وطلقها لانه تورط في قضايا قتل ضد قضايا قتل وتخلى عنها ان اجل الوطن رغب لا كان يحبها وصابرت معه اذا كنت قد تحدثت عن مندلة ولو انني كنت اود تأجيل هذا الجزء لبعض قليل ولكن الحديث عن التجارب الدولية السابقة في التاريخ في جنوب افريقيا الامر استمر فترة طويلة ومنذ عام 61 حتى 89 كان هناك استخدام للعنف الى ان انتخب فريدريك دي كليرك وعام 90 خرج مندلة وعقدت مصالحة على اساسها حصل مندلة على كل ما طالب من اجلي كل ما خرج من اجلي كل ما ارتكب عنف من اجلي حصل عليه مندلة والمفارقة ان الاثنين حصل على جائزة نوبل للسلام فريدريك دي كليرك ومندلة الذي نذكره الان بانه صاحب التجربة البيضاء الذي استخدم العنف هو ايضا حصل على جائزة نوبل للسلام وتجاهل المجتمع الدولي وتجاهل القائمون على جائزة نوبل للسلام انه استخدم العنف حوالي 20 سنة اولا موضوع نوبل مش نوبل هذه قضية قد تكون فرعية الارابين حصل جائزة نوبل يعني ورغم انه كان جنرال وخاطه حربا شارون كاده يعني كاده الصفحيطه بيضاء ان يكون جنرالا رحيما يعني انقذ اسرائيل وهكذا كل امه بتروج افراضها فالمقياس مش نوبل تعال نتكلم عن المنديلة اولا بتكلم عن المنديلة في فرق اسقاط عن السياق المصري اولا المنديلة كانوا مثل الاغلبية السوداء الكاسح في جنوب افريقيا البيض والافريكانيز اللي جنوب معالق الهولنديين كانت معروفة انها اقلية صغيرة جدا فكان منديلة المسل الوجدان العامل الاغلبية قلنا العنف متى يستخدم اذا كان في رضا شعبي عن هذا العنف يعني مثلا تم استخدام الملتوف في موقعة الجمل هل ليس كذلك؟ محد الزعل كان قابل لك الناس كانت فهمة يعني اشياء بلطجية يدخلوا على المعتصمين في مداني التحيير ومجتمع قبل تم حرق الاقسام وحرق عربيات الامن في يوم 28 يناير لم نجد احد يستنكر مثل ما يستنكر الان في هذه اللحظة مجدان شعبي الشعب المتحد ويكاد يكون عازم على اسقاط هذا النظام وبالتالي لم نجد احد يستنكر الان لو اتحرق بوكستان بالنسبة تستنكر اذا البصلة هي الجماهير العنف يستخدم احيانا كاجراء بشرط اولي يكون لك في رضا جماهيري مندلة كان يتحرك وسط زخم من الاغلبية كاسحة وكبيرة ولها ظهير افريقي بدء من عبد الناصر والجزائر والسودان والسيوبيا كان فيه ظهير كان فيه قضية كبيرة علىها اجماع واغلبية من الشعب الاسود ضد الهولنديين البصلة هي الجماهير هل معنى ذلك انه يعني انت تحدثت في البداية عن انقلاب وتحدثت في البداية عن ان ما حدث هو انقلاب هل اذا كانت البصلة هي الجماهير اسيسي حصل على تفويت في 27 يوليو يعني هذا التفويت كان الجماهير كانت في الشارع الرجل حصل على في استفتاء دستور حصل على تأييد اذا الجماهير تؤيد هذا الانقلاب لماذا مقاومته بالاساس وده سؤال يسأله للصوار اذا كان الصوار رأي بقول لك انا معايا الجماهير وان الاعلام ما بيغطيش والاعلام اللي عميل هذا الكلام لا حشان يكون منصفين المعركة الان فيها انقسام حد في الشارع المصري وصل لكل بيت ولكل اسرة المعركة الاولى ايها الثائر ايها المناضل ايها صاحب حقوق الانسان ان يكون لك الغالبية الكبرى التي تعشق الحرية والعدالة والمساواة نعم هناك مصريين وبعضهم مخلص بيارى ان في السيسي منقص ومخلص انت ابداعك بقى في الوصول لهذا الفريق المعركة الان هي مع الجماهير من يكسب الجماهير سيكسب المستقبل كسبها ازاي ده وسيلة اخرى هل العنفة كسبك الجماهير هل التفجيرات كسبك الجماهير الان انا ارى يعني هي معركة موجودة الان في الساحة فيها ادوات وفيها اعلام وفيها ميديا وفيها فن وفيها نكت يعني شعب المصري كان مبداعا اسقطوا فرعانا بالنكت انا فجئتي بدراسة هل عليهم مقاومة الانقلاب ام عليهم من انصياء للانقلاب يعني لا افهموا هذه ما فيش تعرف بين ما فيش تنوئية بين الاثنين انا الان عندي هدف اوصل من القرارة الاسكندرية محتاجة جاء شنطة الصفر محتاجة اكون حاكس في لوكانتا في اسكندرية عارفة صيف فين دي اسئلة طبيعية انا الان عاوز ارجع عن مصاري الدموقراتي لمصر من خلال ايه من خلال وجود جماهير ضغطة معي في الطريق اذا اكسب الجماهير ايه اللي يكسبني هذه الجماهير اقول عبيد البيادة اقول العبيد العسكر هذه كلمات مستفزة للطرف الاخر ان يحتاج ان اصنع خطابا جامعا وحاشدا ايضا من الاخطاء مثلا ابدأ وهل من المقبول من الطرف الاخر ان يقول عنهم خرفان وينزع عنهم الصفة الادمية ثم يقول عليهم بعد ذلك انهم ارهابيين ثم يعني اذا تبعت شاشات التلفاز يعني ستجد يعني شتائم ليل نهار يعني الامر ليس اتشتموا بولاد الجزمة اتشتموا بشتائم كتير السؤال الهم هل كل ما تفضلت به الان بيكسبوا ناس ولا بيخصبوا ناس بيكسب مين بيكسب الطرف الذي يقول عن الطرف الذي بيشتموا الذي بيسيب والذي بيروك في الاعلام الان اصبح جري لكل الناس تتحدث عن ان من معه الشارع له يعني فكرة الامر الواقع اذا كان السيسي معه الشارع اذا يعني يعني الناس يعني تتنحى جنبا عن مقاومتك انا نتكلم الان عن الجماهير الان مثلا بيجمع كل الناس شعبية المشير السيسي وشعبية الانقلاب ليست كما الان كيوم تلت ست ويوم تلت سبعة بالمعلومة نستقرأ البحث البحث تونسي الذي اوقف السيناريو المصري في تونس مش بطولة التونسيين دموية الانقلاب جعلتهم مش قادرين يسوؤوه يعني ما حدث من دموية في ربعة والقمع جعل الطرف الآخر لم يطلقش يسوؤ يسوؤ هذا الامر يعني الانقلاب الذي وقع في مصر ينتمي الانقلابات الافريقية وليس الانقلابات الاخرى يعني المفروض يجي انقلاب يطلق حرية الناس بيفتح مساحة من الحرية لان عندك الاف المعتقلين وبالتالي في ضغط دولة حقيقة اما الموسى الآن في تدخلات وضغوط كبيرة في الانتهدي بمحاكم جنائية هذا امر لا يحبوه من قابل الانقلاب ولا يحبوه ايضا انصار الفريق الاخر لا المعركة مفتوحة استجال مدلة والحبل على القرار من يبدع المجتمع الدولي سيد ياسر يعني يؤيد في نهاية سياسة الامر الواقع من يحكم ويدير الامور ستدين له الجميع بالاعتراف وما الى ذلك وشهدنا خلال الفترة الماضية الصمت في مرات على ما حدث في رابعة وهو قتل بين يعني ظهر للعيان ثم الصمت على غير ذلك وكان قبل ذلك يصمت ايضا على يعني ربما ما اعتبره البعض الاخر انتهاكات لجماعة الاخوان المسلمين المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا الا عندما تهتز وتهدد مصالحه ما نتحدث عنه الان هو ان هناك بالفعل حركة في الشارع تدعو الى استخدام العنف طالما هو ليس عنف الرصاص ويعني يعتبرون ذلك داخل اطار السلمية انت يعني تتحدث عن الحركات التغيير والحراك الجماهيري هل تعتبر ان الحراك الجماهيري الموجود الان في الشارع من حق استخدام العنف في مقاومة العنف الواقع عليه ام لا فكرة الحق والخطأ والصابة انا نتكلم عليها الان انا بقولك ما هي الوسيلة الانجع لتحقيق اهدافك انا الان عاوز اتحرك من القاهرة لاسطنبول بالطيارة في خطوط الجوائد تركية في مصر للطيارات لكن لديك الحق للتحرك من القاهرة لاسطنبول من حق الجماهير استخدام العنف ام عدم استخدام العنف السؤال واضح والاجابة بسيطة من حق الجماهير اذا كان والله هذا العنف هيحقق اهدافك وحاجة يجعل مصر مستقرة ويجعل مستقبل مؤمن استخدمها لكن اذا كان على النقيد اولا احنا مصر مش اول مرة نخوض العنف الجماعة الاسلامية في مصر ناس مخلصين وعندهم وقاض العنف في عشرية وفي الاخر عام المرجعة قالوا اخطأنا انا التقيت مع الشيخ عباسي مدني بس قالوا ايه النصيحة من النموذج الجزائري الجزائر اوصى جغرافيا من مصر شعبها احيانا يميل العنف اكثر من الشعب المصري دخلوا فيها عشرية دموية 200 الف قتيل وفي النهاية النزاع حسما ببعض المصالحة لكن الجزائر ما زالت تعاني من الفقر رغم انها غنية ما زالت جنرالات هم قابعين على مقاليد الوطن في الجزائر رغم 200 الف شهيد يا استاذ ايضا العنف مش اجيب نتائك في يوم وليلة لا اعتبر هذه اجابة انا اسأل هل اذا وقع على المتظاهرين عنف وهم الان يرفعون الشعار ما دون الرصاص المية هل من حقهم مواجهة العنف بالعنف ام لا مواجهة العنف بالعنف وريد اجابة واضحة بما انك متخصص في حركات الجماهير اوكي انا رد الطبيعي العادي من لو سألت بش واحد بتخصص واحد بتضربه بش فيه كلام سأتكلم انا عن صوار وعن قوة موجودة هذه الفصائل الان لا واحد اطلق عليك كلب بينهاش فيك في نسبة تنشغل بالكلب وتطرق من اطلق هذا الكلب قد يكون الان ادوات القمع هي ادوان لكن السؤال ما الذي اطلق هذه الاداة من حق الناس ان ترد لكن لا ترد بحيث انها تقصر المجتمع اكثر لكن لا تنشغل بالكلب عن صاحبه لا اعتقدوا انهم لديهم الرفاهية بالانشغال بمن اطلق الكلب لانهم اذا كانوا يعني بعيدا عن استخدام مثال الكلب يعني يعني اذا استخدم العنف في مواجهة المتظهرين ووقفوا في الشارع ليفكروا من الذي قرر استخدام العنف او يعني تمسكوا بهذه الفكرة ربما يكونوا قد قتلوا وحرقوا ودفنوا قبل ان يفكر احد في القاء اللائمة على من اطلق هذا العنف ولكنك قلت جملة مهمة جدا هي يعني اللي ضربك اضربوا وانا اعتقد انه ربما يكون ذلك هو منطق التفكير ولا اعتقد اذا كان صحيحا ولا اعتقد اذا كان خاطئا طالما انت المتخصص لا انا بتكلم مش موضوع ضرب مش محتاج مش محتاج اجابة انا بتكلم الان يعني احنا في حرب 67 احنا خدنا كارثة كبيرة جدا عشان نعليكها عدنا 7 سنين من اعداد الحرب انا بتكلم اذا كنت لك الفرق من الخناء والمعركة على تكلم على الخناء وفي الجزائل في مواجهة المتظهرين او المعترضين واستخدمهم الاخر ايضا قوات يعني حركات فيها عنف وفي النهاية الجميع وصل الى نتيجة واحدة هي فقط المصالحة وكسرت ارادة العنف الموجه من السلطة دني انقل لك اسئلة الجماهير السباعي الراعي لو السلمية مش قوية ملحطين مرسي في افص داخل ميت افص لي ربيع مرسي ما رأيك في الحركات التي تقوم بتصفيات الضباط والامناء هل هذا تابع للسلمية ام يمهد لسوريا جديدة كيف يمكن للمتظاهرين السلميين ان ينفوا عن نفسهم تهمة التفجيرات الاخيرة وهل الاعلام يحتاج لأي مبررات لكي يتهم الاخوان بالارهاب ام لا اولا طبعا الناس يعتبر وضع الرئيس السابق محمد مرسي في قفل الزجاجي الى اخيره ودي دليل ان المظاهرات الاسف هدفها ايه احد هدفها هو اجراء حوار بين الشارع ومعين هؤلاء المتظاهرين يعني ما جيش ابش في منطقة واجتمها عمرها ما تخرج معاك عندنا نشرة معائلات العائلات اغلقت هذا المصار امام المظاهرات في عيلة وفي كيان تشتبني فيه عند زابط زنبه ايه اذا بالعيلة بهذا الزابط فاذا تساوى الثائر مع الزابط الذي يقمو وطلق الرصاص لن تجد له تعطف في في الشارع فاذا هذه دلائل على ان اولا المحاكمات معروفة في حرب اللعنف انها حوار دائم بين الشعب وبين وبين الثوار لذلك احمد مهرم تاخد وقدم نفسه للمحاكمة قال انا اذهب لانه يعتبر ان العقوبة جزء من النضال لذلك الان وضع عاصل النقل الزجاجي دليل على ان خروج الصوت وطرح حقائق وخطاب مع الشعب هو امر هو امر مؤثر فالان هذه وسائل حزاست اصر اصبح الان محاكمة الرئيس ويكاد يكون الرئيس يحاكم يحاكم المحكمة الرئيس يحاكم يحاكم من سجنه لكن النصر والسلام لنجي نتيجة ابداعه الاصراع على وسيلة واحدة من غلاق العق السنائية خطأ ما بين الخط الاستواء والقطب الجنوبي الاف درجات الحرارة ما بين العنف والسلمية الاف درجات النضال ربيع مجلما رأيك في الحركات التي تقوم بتصفية الضباط والأمناء هل هذا تبع للسلمية ام المواهج للسورية جديدة هذا الأمر خرج عن نطاقة السلمية الآن انا اعرف عائلات ضباطها لم يرتكبوا الشرطة في مصر ليست جسما وحيدا ضابط الجوازات المصلحة السجون ضابط الشرطة ضابط الآثار في ناس ليس على علاقة بالملف بالملف الأمني مباشرة هذا الرجل عندما الآن لا يخصى ان يخرج من بيته وبدلته في خطأ ويتحمل خطأ المؤسسة لكن في النهاية له أباء وأسرة وقتل هل قتل هؤلاء الناس هيكسبها جماهير ولا خسرت جماهير البصل الآن إذا كان معك حجد جماهيري نزلت مصر ولو بشكل رمز فتحقق المصر هم لديهم الحق في النزول لميدان التحرير سؤال من محمد حسين كيف يمكن المتظاهرين السلمين أن ينفوا عن نفسهم تهمة التفجيرات الأخيرة الآن نفس المشكلة الآن مجيش تهدي بتفجيرات وتقول لنا بدعم حركة ولع ومليتوف ده حركة لا ينور وقدمتهم وتقول لنا مش إرهابي يعني في النهاية أنت تمرر تعطي الطرف الخصم الآخر أداء وتبرين يتهمك على الأقل أنت برأيك هل هم إرهابيين أم أنهم يردون العنف بالعنف إذا كانوا استخدمون لا كلمة إرهاب حتى العالم كله العالم كله لم يجمع على تعرف لها الآن مثلا متقول لحماس حركة إرهابية لا كلام خاطئ لكن الآن أنا أحمد الآن مسئولية من يدفع الشعب للعنف يتحمل هذه المسئولية موضوع الإرهاب الآن وتتحمله السلطة يعني عملية الآن أما أكبر إنسان أجعله في حارة مزنوقة وعاوز أقتله ففي النهاية إذا قتلك ما تقولش أنه إرهابي فإذا في النهاية فكت وصفة أحب بالإرهابي السؤال ما الذي يدفع فلان يسيب قاعد طالب في الجامعة في قولة هندسة يسيب المدرج يتظاهر فيقتل ما الذي يحوله لهذا لأنه يكون قتيل ما الذي يحوله أن يخش في حركة ملتوف وولع إغلاق أبواب السلمية أمام الناس وطرق الحل الديمقراطي يفتح سندق الزخيرة إغلاق سندق الانتخاب يفتح سندق الزخيرة وذلك معروف إذن هناك من أغلق بالأساس سندق الانتخاب والآن هناك من يستخدم العنف للرد على إغلاق سندق الانتخاب ويقول أننا نستخدم ذلك على الأقل لمقاومة العنف الواقع علينا وأنت ترى أن هذه الوسيلة لن تؤدي بهم إلى النجاح إذن ما الوسائل التي يمكن أن ينجحوا بها في إعادة فتح سندق الانتخاب وإغلاق سندق السلاح سؤال جميل جدا أركرك علي أولا السؤال المنطقي الآن السلطة هل قواتها في ذاتها أم قواتها من تعاون الناس معها لو قلنا السلطة دي إله يبقى إذن باعملناش لازمة هذه السلطة تتغذى من قوة شيطانية وقوة كبرى سواء كان الجيش أو شرطة أو دولة عندها قوة عندها سوبر بور دي سؤال يجعل لك لا يا عم فيش في حال نضمر هذه الرأس ونقضي عليها عشان نبدأ نحن نأخذ القوة دي مدرسة وتؤصل استخدام العنف لأن حلها شيل الرأس وضع رأس أخرى سوف يستقر الأمر بتجره ما حصلش السيدات الله الرحام قتل ما الذي حصل في مصر قتل الجنرلات في الجزائر ما الذي حصل في الجزائر النظام بينتج رموزه يعني الآن زهب في النظام مبارك ثم خرجت الدولة العميقة لأن ما حصلش تغيير حقيقي راديكالي في بنيت الدولة دون الدولة العميقة فإذا النظرية الأولى أن السلطة دي سوبر بور بتقول لك استخدم العنف في النظرية الثانية وهي وقعية تقول أن هذه السلطة تستمد قوتها من المدير بروح المدرسة من الفراج في المصنع من العامل في المصنع من الضابط في الجيش لو انقطع هذا التعاون لن تصبح له أقدام لن تكون له أداة يقمع بها أحد محطات الثورة الإيرانية الخميني كان يخاطب الجيش الإيراني نعم خلاصة ذلك لا تكن يزيد الذي يقتل الحسين فأصبح الجليد يلقى السلاح خلاصة ذلك خلاصة ذلك هناك صناعة النص وإبداع السلام ودعقيق النقاط لا يمكن أن يأتي بالانفعال يأتي بالتفاعل بإنتاج أدوات جديدة بكسب الجماهير بتأمين المستقبل لو عملت دي هيحصل لك نص تقول لي مستعجل ومشقدر ما فيه الصورة بتكسب ضرب القضية وهل لديهم الوقت لعمل ذلك أم أنهم سيكونوا في السجون مرة أخرى الفاروق عمر هل مضى ضمن الدم المصري كله حرام وأصبح اتماء معارض الانقلاب مباحة وغادة تويتر تقول لك الحل عسيان مدني شامل عسيان مدني شامل بقعد أحد الوسائل التي يبغي النصر إليه ودي مرحلة طويلة جدا من الأدوات اللي حتى نصر في النهاية إلى هذه النتيجة أنا أؤكد على كل الصور أنا قلبي معهم وضد الظلم لكن أريد أن أحافظ عليهم وعلى سلميتهم وعلى مصر أن نبحر في اتجاه المستقبل أنا عبدت شاب سوريين قالوا هذا العنف الآن كله دفع ضريبته الآن مش بس النظام السوري بدل المواطنين بدل الأهالي استخدام خطاب طائفي الآن نتحج ضد الكنيسة وعزق فيه أخطاء في الرأس الكنيسة لكن هذا الخطاب لا يؤمن مصر هل يتحمل النظام الحالي مسئولية ما يحدث هو من دفع المتظاهرين أو الموجودين في المأزق الآن الذين يريدون فتح صندوق الانتخاب وإغلاق صندوق السلاح هل يتحمل مسئولياته النظام الحالي أم من يتحمل مسئولياته إحنا توصفنا البسيط بيعمل لنا أزمة من الآن النوم في مأزق أنا بمفترض الذي صنع الجريمة يكون في مأزق بأدواتي بيحصال له بضغط عليه بإعلام قوي يصل إلى وجدان الشعب المصري فلا السوار ليس في أزمة السوار معهم الوقت ويكسبون وصاحب الجريمة هو الذي سوار يعتقلون ويقتلون ويسجنون كل يوم شكرا جزيلا أستاذ ياسر الغرباوي مشاهدين في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة لكم تحياتي أنا حياة اليماني الجزيرة مباشر مصر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر